دكتورة جواهر المضحكي في مجال التعليم والتدريب الانظامات الدولية ومن ضمنها اليونسكو أصدروا توجيه أو دعوة لجميع البلدان في العالم بالاعتداد بنتائج الهيئات الوطنية فيها طبعا الاعتمادات الخارجية التي يتي مهمة وزينة للتطوير ولكن قد يكون هناك اختلاف في النتائج حتى لأن الجهة الخارجية وهي على فكرة من ضمن الدراسات التي تدرسها شبكات ضمان الجودة أو المؤتمرات في ضمان الجودة تقول لك الحين الاعتمادية من الخارج كثير من مؤسسات التعليم العالي تيبها ليش ويفوزون فيها في حين الهيئات الوطنية قد ترى عكس ذلك فلذلك اليونسكو ومنظمات الدولية في مجال ضمان الجودة والاعتمادية حثوا البلدان على أنهما يعتدون بالنتائج الهيئات الوطنية عندهم يعني لو اختلفت نظرتين هذه هي التي يؤخذ بها ولا يؤخذ بالثانية هذه موضوع بالنسبة حق طبعا مملكة البحرين أنا أتكلمت بشكل عام مملكة البحرين طبعا نحن عندنا الاستراتيجية الوطنية 2030 الرؤية وموضح فيها العلاقات بين جميع الجهات المعنية لو تكلمت أنا عن مجال التعليم والتدريب وفي نقاط محددة تبين بأن نتائج الهيئة يؤخذ فيها في موضوع الاعتمادية وإحنا طبعا في عندنا اجتماعات مستمرة مع وزارة التربية مع مجلس التعليم العالي مع وزارة العمل بالنسبة حق المؤسسات التدريب وللاتفاق على كيفية التطبيق الاستراتيجية الوطنية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر